موسيقى موسيقى فإذا برق البصر وخسب القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فذق الله العظيم موسيقى 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 المترجم للقناة 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 لكي نعة رجال الى سرسارة لم تعدد للخدمات الكبيرة الكتبات الكبيرة تم تنقضي كل هذه هي ترتداط من هناك تقتل من هناك تطور على كل من صحصه وکها تنتجل جاء وكانه من هذا المؤلف الأمر فهمين يتحدثون على محارفات كتاب، تتافجون على محارفات زوجنا وقد يجب أن يكون هذا المساء. يجب أن يكون لديهم المساء. لقد كانت أفضل جميعاً. لقد سترى بشكل أفضل. لقد أفضل جميعاً. وقد أعرف أن كل ما يحبون بك. أفضل جميعاً. لقد أفضل جميعاً. بما يجب أن يجب ان نونعي من جيس كذلك هؤلاء وبما انهم ، فصوحهم لأجادوا أن يجب انجعوا في هذه الألمات لكن كل هذا يجب ان نحن لأجادة لأن النكيف فالل قد يجب أن يكون جيدة والآمد أن تخطأ لك نجة الألم يوجد أن نجة الألم انه Clean it والذي اللي لي طلب سألتها لن ألعب في هذا الشخص فإنها الفتح regulated لن تشاهدت لك ساولها وعلا نقص إذا كنت تتقبل كل شيء التساكل يحتاجون بها لن تشاهده السيطرة نتحدث لن تتحدث نuru ذلك كل شيء يمكن إستيق الدراسة ليست przep fled골 لا يوجد لي ليجب اعجب لأنه تم قام بسسكي الأدى يكون قد تار طاءك قد ت البال pri Brлюс ك anunci Terry سأتتنا لكم أتا لكم قد أحد الله احب برسد المصطر في كل شيء يدعني لا أعطينا فقط لا أعطينا فقط فقط فهي يجب أن يعدك يقدمت بأسفارة يجب أن تهتم يجب أن تهتم لكن يجب أن تهتمل فهي هم هم يعدك يعدك أن يعدك يتبقى فقط علم اول تحسن! عندما تحسن! ولكن عندما تحسن عليك فقط تحسن عليك في مدركة ولكن من وقوم بمساعدة ؟ choك dévelopلا تعيش أنت لا تعيش. فهي نوع اطلع تحسن في نجادي فهي من سبب والمساعدة ولكن من بعد تحسن عليه ولم ببانا موسيقى كانت السيدة قتل خطط للشبين كنت العثور عني لقد كان موضع. قد يتعطي موضع. هل أن يجب أن تسأل من سابقا؟ على ذلك اسم هذا الشريك باتصدق تسأل من سابقا، من هاهيم الكثير من يزال من ذلك فمن يزال في الظريخ لقد أفضر من ربما أن شخص موارع لأن الجميع يمكنني أعطي الله كما تخبيراً يمكنك أن يصل إلى الحديث أنه يصبح كثيراً وهناك الشخص أعلم لدينا وزارة فكرة وشكرا لدينا ونحن مرحبا ونحن نتطلب منه ونحن أزدعني ونعلم ذلك أو نحن نعلم لدينا callsنا ونحن نتطلب منه ونحن لدينا وضع أنت البيفال أعلم أن البيفال لشخص لاستعملها مؤلمة لاسرراع يؤلمون لا أتتلار لذلك من المستقبل أن تدعوا جدياكي سوف يفعل ذلك ونحن نظروا الوحيدة ولكن ما يجب ستعبر محجزة في النهاية محجزة فقط نحن نذكر هذا فهذا هو ولكن محجزة بأي فال يتعامل والزرع وكل ايضا نعم أصدرع نعم الله الله اشتركوا في القناة 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 وخبرت أنت السنين أبو باركا كانت الله كبيرة ميزة كلمة جادية سنة أبو باركا الأموان والذيان أصبحت فيها مرحبا إذا قد تشترك من السنين يجب أن السنين أبو باركا كذلك أصبرتون من أجل العديد إلى الفترة يعني أنم مدلئة الفان الآن الآن كان يتحدث إليchi الكريم كان كงتن اعطلت السحلة أو المسلل لهم وتقال في زرانا وفي زرانا عندما تتعطیق ويس seal اعجب العروف من تعطيق والمسلل على спしゃه لا أعجب ودعب ثابة على القارة التعب ‫تحصل على إلى التطور والوضراء اللي هو خاتع الدخول же كل الطبك هذا الذي يمتح في العمل تو pregnantّك كل ما تجادports باقبة كل هذه المحضر كل ما تجاد PUidiان كل المدلة صنعين كل wieder كل هذه المدلة صنعين ían يسعدني أنت لديك من الداخل الضودي كنت أحذرًا شكل الجديد في هذا المشهر أن تحمي صحيح لن تحمي صحيح فظهر أن تحمي صحيح .... Queens يجب واحد مباكي مباكي إبنه الحممد مباكي أتاة المترجم للقناة Je voudrais rendre grâce à Allah pour la faveur qu'il nous accorde de nous réunir encore une fois à l'occasion de cette cérémonie marquant la clôture des activités de la 19e édition du Magal de Sarsara. Je voudrais ensuite, au nom de l'ensemble de la communauté sénégalaise résidant en Mauritanie, souhaiter à Cheikh Shérif Mbaké Ibn Serigny Fallou Mbaké la chaleureuse bienvenue, ainsi qu'à la très forte délégation qui l'accompagne, et lui dire combien nous sommes à la fois honorés et très fiers de l'accueillir en terre mauritanienne. Je remercie vivement mes collègues ambassadeurs, membres du corps diplomatique, pour l'amitié qu'ils nous font de rehausser de leur présence cette importante cérémonie. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, le Magal de Sarsara est devenu, au fil des ans, un rendez-vous religieux incontournable. Nous en sommes cette année à la 19e édition. Le Magal de Sarsara, c'est d'abord un moment de recueillement, une occasion pour la communauté moudite, de commémorer le séjour de cinq années passées en Mauritanie, de 1903 à 1907, par Cheikh Ahmedou Bamba Hadimou Rassoul, séjour durant lequel il reçut le fameux huile Mahfouz au huile de Mourid. Mais c'est aussi un moment de réflexion, une opportunité pour revisiter et magnifier son oeuvre multidimensionnelle, redécouvrir la richesse de ses enseignements, s'inspirer de sa pensée, mais aussi et surtout ancrer dans nos comportements quotidiens les valeurs spirituelles et morales prônées par le fondateur du Mouridisme. C'est le sens même du thème qui est retenu chaque année. Celui de cette édition nous invite à réfléchir sur la rythme dans l'enseignement de Cheikh Ahmedou Bamba. La rythme qui est un terme très utile dans les milieux soufis signifie entre autres rendre service à quelqu'un ou exercer une activité dans l'espoir d'obtenir uniquement l'agrément de Dieu et non pas un gain matériel personnel. Comme nous le savons, le Mouridisme se définit comme une aspiration à Allah conformément au message prophétique. Mais c'est aussi une sanctification du travail et de l'effort soutenue par une philosophie profonde qui dépasse le gain matériel. Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que le parrain de cette édition, Cheikh Mohamed Fadel Mbaké, plus connu sous le nom de Serime Fallou Mbaké, est une incarnation des valeurs spirituelles et morales du Mouridisme que j'évoquais tantôt. Je voudrais rendre hommage à ce grand érudit, cet homme multidimensionnel, connu pour sa soumission inconditionnelle au Cheikh, qu'il était loin de considérer comme son père, comme un père, mais plutôt comme un guide spirituel, comme son maître. Il était crédité du don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. Barom Naam Mohamed. Deuxième fils et deuxième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba de 1945 à 1968, il a poursuivi et achevé les travaux de la grande mosquée de Touba, dont il y a l'insigne de privilège de procéder à son inauguration le 7 juin 1963 et d'y diriger la première prière. L'anniversaire de sa naissance, le Kazuraja, est un événement religieux majeur pour la conférie Mourid. Mesdames et messieurs, en me félicitant du succès éclatant de cette 19e édition, je voudrais, au nom du Cheikh de l'Etat du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, exprimer mes remerciements à tous ceux qui y ont contribué. En premier lieu, Seri-Sidi Mbaké, représentant du Khalif général des Mourides en Mauritanie, et à travers lui, l'ensemble de la communauté mourite en Mauritanie, pour son dévouement et son engagement. Les autorités mauritaniennes en sud, pour leur soutien constant et précieux, et pour les dispositions prises et les facilités accordées en vue du bon déroulement des activités, ce qui traduit la qualité et la profondeur des liens séculaires d'amitié et de bon voisinage qui lient le Sénégal et la Mauritanie. Le magal de Sarsara est le reflet fidèle de la dimension spirituelle et religieuse de cette relation privilégiée qui contribue au rapprochement entre les peuples sénégalais et mauritaniens, frères et amis. C'est pourquoi je me l'ai conclu en élevant des prières ardentes pour la paix et la stabilité au Sénégal et en Mauritanie. Car la paix constitue en réalité notre principale richesse. Et sans elle, rien n'est possible. Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté, répandre ses bienfaits sur nos deux pays et sur toute la humaine islamique. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ... ... ممثل الخليفة الضمان وممثل أستاذ الشمعان بالفضل وجميع الواقع الذين وفقرة بسم الخليفة شهد الحمد المنطقة الحمد لله والسلام أتوجه بشكل جزيل لفهم الرئيسين الدولة ولكل من ساعة مع الأهلية المناسبة على اللعاية والخدمات التي جنونها من طريقة البريدية والتسهيلات التي يقدمونها للسورة القادمة من السنة محمد الشيخ الغصماني حفظه الله تعالى هذه الأخوة بين بلدين وبين بلدين الشريقين قبل أن تكون أقوة الدم والجيرة هي أقوة الإسلام قال تعالى إنما نؤمنوا لإخوة مفاسروا بين أخوكم واتقوا الله عنكم بلدين وقال تعالى يَا أَيُّهَا الْمَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَا مُنِّنْ ذَكَدًا مُورٌ ثَبَتْ وَتَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتْعَالَفُوا إِنَّ أَكَرْمَكُمْ عِنِدَ اللَّهِ أَدْقَرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ خَرْمُّ وقال تعالى إِنَّ هَذِهِ إِنَّ هَذِهِ إِمَّا دُكُمْ إِمَّةً واحدةً وَأَمَا دُكُمْ فَعَبُدُونَ يَنْعَدُوا الموسم السرصار في مسخده لهذه التاسعة التعاشر تحت الشعام الخدمة ذي تعالى الشيخ الخديم وقد اخترنا أن يكون الشيخ محمد الفاضل ابن الشيخ أحمد رمضة ذي الله عنه الخليفة الثانية لطريقة المريدية والشخصية العامة وهو أكثر مثال المريد الصادق وقد جسد الخدم بقوله يخاتب شيخه ووالده مولانا الشيخ الخديم رضي الله عنه بقوله بيعطوا قلوبتي بالإرادة لكم لكي أحدى بخارك العادة ببعض مشتريت موها مني أهديتها لكم بغير مني هذا الشيخ الذي أفناه له كله في خدمة الإسلام والمسلمين وليست الجهود التي يقوم بها ابن الحادر معنا الشيخ الشريف باكي إلا تجسيداً للمقولة هذا الشجل من ذلك الأسد فالطريقة المريدية تقوم على العلم والعمل العلم والعمل الجو الآمن من خير التاعي يجب عليك يقول الشيخ أيضاً إني إيجاد بالعمل والدقى عمداً خديماً ورماية المشاركة إن سرسارة تمثل لمزاً بالعلاقات الهكومية الرأسية بين الموليتانية والسنة سرسارة ذكركم عضو الضبارة التي يقول فيها الشيخ الخديم الخديم الحمد وشوقي لمن كوني فيه سارة له لدى من سخط على سرسارة له ثنائي وردواني إلى سخط من طادل من بني ديوانها سارة إلا يكوني لدى آبار مكرومة من هذا التحلاء وفيها جمع من زارة إن الذين إلى سرسارة قد نصروا سيارتي فارة إلى من زارة له منها لا خطر قبل أن نهني أنفسنا ونهني لحكومة والشعب المرداني على اغتيار واشر معاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لست تاريخ غريباً فقد ظلت شنقي عبر الرسول منارة للإشعاع العلمي في العالم الإسلامي وأتوجه بجزيل شكر الله لمن ساهم في مجاح هذا الموسم وأسأل الله تبارك وتعالى يومنا على بلدين والرداء والسنوات بالأمن والعافية والإزدهاب والسائر والقلال المسلمين لجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأسنى خديمه وعلى بركة الله أعلم اختتام موسم السرسار مبارك والسلام عليكم والحمد لله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمته المهدى سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أصحاب الفضيلة الولماء والمشاير أصحاب السعادة والسفراء سفير المملكة المغربية سفير جمهورة جامبيا ممثل سفارة جمهورة تونس سيد السفير السنغال في موريتانيا صاحب الفضيلة الشيخ ماحي حفيد شيد إبراهام نيس أيها الإخوة المنظمون لهذا المنطقة السنوي المبارك أيها الإخوة المريدون أيها الحفل الكريم بإذن من صماحة الشيخ محمد المنتقى الخاتفة العام للمريدين وبمباركة منه وهو يهتم كثيرا في هذه الجلسة لأنه تصل بي تلفونيا أمس وهذا يدل على الاهتمام على مدى اهتمامه لهذه الجلسة ولهذه الفعاليات إذن بإذن منه وبمباركة منهم وبالنيابة عن الشيخ أبي برك خليفة الشعب محمد الفاضي وباسم أسرة الشيخ الفاضي وجميع المريدين والمحبين أزف إليكم تحية مباركة من الشعب السنغالي الشقيق الذي يربطه ببلاد الشنقيط وشائج القرابة وأواصل المحبة وقد ظلت هذه الروابط راسخة والشامخة على مر التاريخ أيها الإخوة أيها الإخوة باعته في البحر تحت الشجرة والجو طيب وحولي بررة أيها الإخوة الكرام تعرفون جيدا أن الشيخ الخديم رضي الله عنه مكث في هذه البلاد أربعة أعوامل تحت وصاية الشيخ السيدية من قبل الإدارة الاستعمارية وقد أقام خلالها في أماكن مختلفة نذكر منها أدباي قرب المراععة ثم التنتمغزين ثم استقر في السرصارة التي كنا فيه أمس وبعد ذلك أقام في الجرارية البئر الخير وأخيرا في سهوة الماء ويسميها العامة أيها الحفل الكريم خلال إقامة الشيخ في هذا المكان الطاهر صرصارة وفد إليه أعيان القبائل ووفود العلماء والصالحين وهناك في الصرصارة تلقى ورده المبارك المأخوذ من الله تبارك وتعالى بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم يقذة لا مداما وشاء الله أن يكون أول من لقنه إياه العلامة على عارف بالله المريد للفاني في حب الشيخ وهو الشيخ أحمد بن حسن بن حمادي الحسنين رحمه الله تعالى هذا وتحتل صرصارة مكانة عالية في قلوب المريدين لورود اسمه في كتابات الشيخ الخليمي إذ يقول حمدي وشكري لمن كلي به صار له رضاً جون سخ عند صرصارة وتتجلى هذا المكان في انتشار اسمه في الأوساط المريدية حيث أن بعض المشايخ يسمون قراه بصرصارة رغم المسافة البعيدة بينها وبين العمق السنغالي ويجور في صرصارة لحد الآن بعض الآثار المعروفة كالآبار التي نشر إلىها الشيخ في قوله لله كلي لدى آباي مكرمة منها ارتحرنا وفيها جم منزارا وقد ربطت علاقات وطيدة بين الشيخ وبين زعمه القبائل وأقطاب الزوايا كما أصلحنا مثل الديمانيين والحسنيين والعلميين والتندغيين واليعقبيين والكمليليين وغيرهم كثير أيها الحفل الكريم لقد نسج الشيخ محمد الفاضل على منوى لشيخه ووالده الكريم فكان عالما بكل معنى الكلمة تقيا زاهدا حليما صبورا لينا الجانب سخيا متمسكا بالكتاب والسنة وقد أقام في أرض الشنقيط مع سنوه وأخيه الشيخ محمد المصطفى خلال غيبة الشيخ القديم البرية فكان لتلك الإقامة كبير الأثر في تكبينهم الروح والأين وله كذلك علاقات أخوية سابقة بإخوانه الموليتانيين فكان يتحدث الحسني بطلاقات متناهية وكان الشاعرا مفلقا يتذوق الشعر وينتقله وقد مدحه السعراء السناقطة بعشرات القصائد الرائعة ومن أشهرهم الشيخ أحمد بن أحمد الحسني الذي له إحدى وعشرون قصيدة في مطحيه ومنهم المختار بن أحمد الحسني ومحمد يحيى الجكني ومحمد بن مختار بن المعالاة الحسني ومحمد عبدالله العالمي ومحمد عبدالرحمن السالك الحسني ويربعدهم على العشرات وجذر بالذكر أن بعض أقتاب المريدية تعلموا في هذه البلاد ومنهم الخليفة الحالي الشيخ محمد المتقاح حفظه الله أيها الإخوة بالأسالة عن نفسي بن نيابة عن الوفد المرافق لي فإن أسرة الشيخ أحمد الحدي محمد الفاضل متمثلة في خليفته الشيخ محمد أبي بركة تتشرف بإزداء الشكر للجنة المنظمة وفي رأسها السيد الشيخ سيد ماجد ولجميع الإخوة الساهلين على فعالية هذا الملتقى العلمي الروحي ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والسداد وتحية خالصة من أعماق قلوبنا للشعب المورثان الشقيق ونتمنى له مزيدا من التطور والتقدم والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يلسي يسلي هلا نبي من تقام سلي صلى الله وسلم على الله في الآل والسحب ومن والاياه والسلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم لا تستخدم لك لكن لا يمكننا أن نعرف أي مشابه ولكن كل ذلك فإنكماء الوضع أختيار هم ستعدون جيدة فهذه ستعدون جيدة نعم كما نقول فقد نحضر إلى عمامين ما أفعله كما نعم أكبر لأسفل بأنك يتحدث في أمامين ترجمة نانسي قنقر